اشتركوا في القناة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وهذا الاستفتاح كان الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به في قيام الليل أول ما يقوم بصلاة الليل يستفتحها بهذا الاستفتاح العظيم ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين نعم يستحب لمن يقوم للتهجد في الليل أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين وأن يكون له تطوع يداوم عليه يستحب للمسلم أن يكون له تطوع يداوم عليه تطوع من الليل ومن النهار يداوم عليه ولا يفعله بعض المرات ويتركه فليداوم عليه لأنه بحاجة إليه ولأنه عبادة لله سبحانه وتعالى وإذا فاته قضاه وإذا فاته قيام الليل قضاه من النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل إذا فاته الوتر بالليل أتابه في النهار وشفعه أداه شفعا بدل أن يكون وثرا نعم ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد استحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد ومنه اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وعليك توكلنا أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار وما أشبه ذلك من الأدعية الوالدة في الصباح وفي المساء مثلها أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار ويأتي بما صاحبه من الدعاء المعروف نعم وكذلك عند النوم نعم وكذلك عند النوم يأتي بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء الوارد عند النوم اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك لا لجى ولا من جى ولا ملتجى منك إلا إليك وهكذا نعم والانتباه وعند الانتباه يقول أصبحنا وأصبحنا أول شيء يقول لا إله إلا الله ثم يقول اللهم إنا بك أصبحنا وبك أمسينا وعليك توكلنا أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار نعم وعند دخول المنزل والخروج منه عند دخول المنزل يقول بسم الله وإن زاد على بسم الله فإنه مستحب بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم إني أسألك خير المولج والمخرج نعم وغير ذلك وغير ذلك من شؤونه يكثر من دعاء الله عز وجل لأن الدعاء بهدح نعم والتطوع في البيت أفضل تطوع يعني صلاة التطوع في البيت أفضل من صلاة التطوع في المسجد لأنها تعمر البيت بذكر الله عز وجل ولأنها تطرد عنه الشياطين ولأنها تنور البيت نعم وكذا الإسرار به الإسرار بالدعاء يعني يسره هذا أحسن من الجهر نعم وإن كان مما لا تشرع له الجماعة نعم يقول وكذلك الإسرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة نعم الأذكار التي تشرع له الجماعة مثل الذكر بعد الصلاة بعد الصلاة الفريضة كانوا يأتون به ويرفعون أصواتهم حتى قال ابن عباس رضي الله عنه وكان من صغار الصهابة كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة يعني تسليمه منها إذا سمعنا الذكر يقول ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة لا بأس بالتطوع جماعة في التطوع المطلق إذا فعلوه جماعة من غير ترتيب ومن غير موعد وإنما اجتمعوا في مكان وقاموا يصلون صلاة الليل فلا بأس بذلك أما إذا رتب هذا فلا يجوز إلا ما جاء من النوافل أنه يصلى جماعة كالتراويح فإنه تصلى جماعة نعم ويستحب الاستغفار بالسحر نعم استحب الاكثار من الاستغفار طلب المغفرة في وقت السحر لقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار لأنه ختام الليل فيختمه بالاستغفار نعم والاكثار منه والاكثار من الاستغفار يعني حتى في ساعات النهار وساعات الليل وكل ما تعار من الليل استغفر الله نعم ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر من فاته تهجده بالليل قضاه في الصباح ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيدة رمح إلى إلى زوال الشمس دخول وقت الظهر نعم ولا يصح التطوع من مضطجع لا يصح صلاة التطوع من مضطجع إلا لمن لا يقدر على على القعودة والقيام كالمريض وكبير السن الذي لا يستطيع فله أن يتهجد وهو على جنبه ذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكر الله ويصلي على جنبه إذا لم يستطع الجلوس نعم وتسن صلاة الضحى تسن صلاة الضحى التي يسميها الناس صلاة الإشراق أنا شراق هي صلاة الضحى وتبدأ من ارتفاع الشمس طيد الرمح يعني يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس طيد الرمح إلى أن تتوسط الشمس على الرؤوس قبل دخول وقت الظهر نعم ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال هذا الذي ذكرنا خروج وقت النهي إذا ارتفعت الشمس خارج وقت النهي لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر لأن ترتفع الشمس نعم وفعلها إذا اشتد الحر أفضل فعلها يؤخرها يعني إلى دخول وقت حرارة الشمس قبل الظهر أفضل صليها في قبيل دخول وقت الظهر هذا أفضل نعم وهي ركعتان وإن زادا فحسن نعم فصلاة الظحى أقلها ركعتان وأكثرها جمان ركعات نعم ترجمة نانسي قنقر